تحفيض أسعار الطاقة للصناع من شكل عام والحديث على الكهرباء وعلى الغاز فإحنا كانت بنا أن نناقش الموضوع دهوت ونشوف أثاره حتكون عاملة إزاي وهل فعلاً حيكون نحن نرغب نظرنا كرجال أعمال مهتمين بالملف الطاقة حيكون ده أمر في الصالح وهل بنتكلم على كل أنه على صناع أو على صناعات بعينها إلا أنتظرون طبعاً الغاز أسعاره مختلفة يعني الصناعات الكاتفة للإستلاك تختلف في تسعارها عن الصناعات العادية وبالتالي إحنا قلنا نناقش هذا الموضوع النهاردة فبرحة بيكم جميعاً وممكن أن نحن نفتح على طول باب النقاش أنا أستمع لأراب حضراتكم الموجودين في أسعار النهاردة اللي حصلة النهاردة في الكهرباء وفي الغاز للمصانع أنتو شايفينها النهاردة أسعار جيدة المحتالي ينظر فيها ومع الوضع في الاعتبار أنهنا جزء من الدولة يعني مصلحة الدولة العالية هي مصلحاتنا كلنا وموضوع التخلي عن الدعم موضوع ده قتل بحثاً كلمنا فيه كثير جداً وما أعتقدش أنهنا نعضح نناقش إذا كان أنهنا نرفع الدعم أو ننفعوش شيء مفيد أو لا مش مفيد يعني الموضوع ده خلاص توصلنا جميعاً أنه هو مفيد أنهنا نرفع الدعم وما يبقاش فيه دعم للسلعة والنقلس النواب والحكومة إحنا شايفينه يمشي في أنه اتجاه للأصلح للاقتصاد ككل وللصناعة ولبضا المشتغلين بملف الطاقة فإذا كان دكتر محمد يحف بيضيف حاجة فلننا نبدأ النقاش إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم منظومة الطاقة عموماً في مصر يعني كانت إلى مدى قريب كانت مشواهة جداً كنا بندعم الاستهلاك المنزلي يعني هتكلم عن الكهرابة مثلاً القطاع المنزلي بيستهلك فوق الستة ربين فلمية من إنتاجنا من الكهرابة القطاع الصناعي بنتكلم في سبعة وشين تمانية وعشرين وده مؤشر في خطر يتم دعم القطاع المنزلي في حين إن القطاع الصناعي اللي فاتح بيوت يعني لم يكن يدعم النهاردة بعد رفع الجزي للدعم المنظومة ابتدت تتهديل شوية في واحد سبعة السناني المفروض رفع رفع الأخير أو القابل الأخير جايز للشريحة عشان كده في ضرورة ملحة جداً لإعادة دراسة الأسعار في دوب يعني أبعاد كتيرة جداً إحنا عندنا غابة متشاركة يعني زي ما بالتالي أي رقم بيتباع أقل من ده فهو مدعوم إحنا عارفين إن الغاز اللي بيروح لوزارة الكهربة للإندام بيروح بتاتة دولاري أو بيروح لأي منطق الكهربة يعني بيشتغل غاز طبيعي بيروح بتلاتي فلو إحنا هنمشي فيه إتجاه إن إحنا نتخلص من عبق الدعم على الدولة يبقى المفروض للغاز ده يروح على الأقل بربعة وربعة من عشرة وفي هذه الحالة يبقى أكيد أسعار الكهربة دية هتفتح وليس هتنخفض زي ما هو بيحصل في النقاش فقد يكون الحديث زي كان بقال دكتور محمد إن هو ممكن يكون فيه إرجاء لتنفيذ هذه الخطوة ولكن في النهاية لابد من تنفيذها تنفيذاً للإتجاه بتاع الدولة الواضح والصحيح واللي هو مفيد للاقتصاد بلا شك إن إحنا نتخلص من عبق الدعم أما بيع الغاز بأكثر من ربعة وربعة من عشرة فهو بيحقق ربحية للدولة إذا كان بيتباع النهاردة للمصانع بخمسة ففيه ربحية إذا كان بيتباع بأكثر من خمسة للصناعات الكثيفة للإستهلاك فهو هنا فيه ربحية فالنقطة بتاعة سعر الغاز للمصانع إحنا كنا يمكن فكرنا من فترة وإبقاء إعلاننا عن هذا إحنا كنا بنقترح للصناعات الكثيفة للإستهلاك أو ممكن يبقى الإسراعات كمان بشكل عام إن يبقى فيه سعر مرن للغاز يراجع كل ثلاث جهور موسيقى اشتركوا في القناة